السلام عليكم لابس عليكم باخر كنتم تكونوا في احسن احوال ومارحبا بكم في قناتي رايشتال ويدنورا اليوم ما غنعملوا واحد الفيديو اخر ولا جزء اخر في سلسلة ديال اخطاء والسحين عملا للبشرة ديالي اليوم الخطاء دياله هذا الحامض ولا الليمون ولا كل واحد كمش كي يقولون من اكفس لحاجات اللي نقدرون نعضلوا للبشرة ديالنا هو الحامض حامض عليه لأن tok velica الحموض اللي فيه ما شية الدرتي مع البشرة ديالى طوال ما IGP مكنا نصرحوا بها وهالو في البشرة ديالنا إن شا نعملوا بها كان نرضيوا البشرة ديالنا لأن موراها يعني مع الاستعمالات متكررة ديال الحامل في الوصفات ديالنا ولفي الوصفات اللي كن عملو لوجهنا كنو كان نحرقو الحاجز للبشرة يعني البشرة الدخلانية يعني عنا البشرة الخارجية والداخلية الحاجز للحاجز للبشرة لذلك ترجع ملتهب و ترجع لنا البشرة زوينة و عادية ترجع لبشرة حساسة و أكفت هذا هو أن ترجع لك بشرة حساسة تقشر لا تكون حساسة لتجاه المواد التي كانت ماشي حساسة لهم يعني بعض المفمادات و بعض الكريمات التي كانت مفيدة للبشرة بعد ذلك نحن بيدنا نحاولها بشرة عادية و تكون دهنية عادية يعني ما تكونش حساسة البشرة حساسة بالسبة ديال هاد ليزرسيد اللي كنين في الحامض ضم كعافيكم الحامض ما تدخلوش أنا أنا كنصيها أه ما تعملوش الوصفة الطبيعية لأن بالنسبة للوصفة الطبيعية جربتهم مدة طويلة بالزافرة السنين يعني ما عندهم نتائج يعني يمكن شو وصفة واللي خاصة الصبر وخاصة تكرار وتكون عندك وحد زعمة وحد العزيمة قوية 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 اللي تبقى نتنا كل سيمانة كل جسيمة نتعمل أنا أنا من ذلك الناس اللي كتجميل حاجة سهلة وقريبة نشاري البرودوي يجي مع البشرة ديالي نستعمله واجد شكرا للكم وانتقي ان شاء الله في فيديو قادم باي باي موسيقى موسيقى